موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة هذا الأسبوع من الدوحة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود دخلت العراق في أزمة سياسية عميقة منذ ما يقرب من عام لكنها تفجرت في شهر ديسمبر الماضي بشكل كبير حينما اندلعت المظاهرات والعصيان المدني في مدن الأنبار ثم تبعتها المحافظات الأخرى ذات الأغلبية السنية في شمال وغرب العراق حيث طالب السنة بإنهاء تهميشهم والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإنهاء حالة التمييز الطائفي في البلاد وفي حلقة اليوم نحاول فهم أبعاد ما يدور على الساحة السياسية في العراق مع أحد أقطاب المشهد السياسي هناك السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي ولد أسامة عبد العزيز النجيفي في الموصل عام 1956 وهو ينتمي إلى قبيلة بني خالد العربية المعروفة تخرج من كلية الهندسة جامعة الموصل عام 1978 وعمل في وزارة الكهرباء لكنه استقال بعد ذلك وتفرغ لأعماله الخاصة عين في العام 2005 وزيرا للصناعة والمعادن في حكومة الجعفري لمدة عام ثم انتخب بعدها عضوا في مجلس النواب عام 2006 وفي العام 2010 انتخب رئيسا لمجلس النواب العراقي في دورته الحالية التي تستمر حتى العام 2014 سيد أسامة مرحبا بك أهلا وسهلا بكم الحمد لله على السلامة الله سلمك تعرضت لمحاولة اغتيال قبل أربعة أيام أو خمسة أيام تقريبا نعم هي محاولة فاشلة أنا لم أكن في الموكب الذي ضرب قرب الموصل أنا كنت في مكان آخر وأضرب مع الأسف بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية وهذا يعطي مؤشر أن هناك اختراق في هذه الأجهزة الأمنية التي تتولى حماية الناس هل توجه الاتهام لأحد التحقيق جاري ونأمل أن نتوصل إلى الفاعلين ما هي أسباب الأزمة السياسية الطاحنة التي يعيشها العراق الآن هي تراكمات لسنوات كثيرة نتيجة بناء خاطئ للعملية السياسية وسيادة منهج التمييز والإقصاء وظلم الناس لفترات طويلة في البداية كان هناك عقد إذعان حقيقة فرض على الناس السنة لم يكونوا حاضرين في البدء عندما كتب الدستور وصوت عليه وكانوا رافضين له ومع هذا حاولوا أن يتعاونوا في بناء الدولة لكن مع الأسف كان هناك سياسة ممنهجة لإقصائهم وتهميشهم وظلمهم على نطاق واسع وهذا الأمر لم يعد مقبولا وهذه الأخطاء والتراكمات والظلم تفجر على شكل انتفاضة شعبية وأن أسميها ثورة شعبية لإعادة الحقوق للناس وإعادة التوازن المفقود في العراق ما هي أشكال هذا التهميش الذي تتحدثون عنه؟ في كل مجالات الحياة في العراق بدءا من الأجهزة الأمنية إلى الدوائر إلى المؤسسات إلى البعثات إلى الكليات العسكرية إلى المعاملة مع الإنسان العادي إنسان البسيط وهناك تمييز واضح وسياسة ظالمة تنطلق من منهج طائفي خطير وحقيقة لا أحمل كل الشيعة هذا الأمر أحمل رئيس الوزراء بصورة خاصة زرع هذا النهج في الدولة العراقية الذي بدأ فعلا يؤثر على لحمة المجتمع هل هذا التمييز الذي تتحدثون عنه لم يحتف إلا في عهد الملكي؟ هو كان هناك طبعا اشتباكات وصراع طائفي في سنوات 2005-2006 كان لها أسباب دخول ميليشيات ودخول تنظيم القاعدة وأشياء كثيرة ولكن بعد أن استقرت الدولة وكان هناك انتخابات برلمانية في 2006 وكان هناك تفاهم لبناء الدولة بصورة مشتركة بدأت سياسة التمييز وتفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم السيد المالكي في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية حقيقة أطاح بكل الاتفاقات التي حددت نقاط الخلل وأكدت على التوازن واستمر بهذه السياسة لحد الآن هل كان هناك اتفاقات؟ اتفاق أربيل نعم اتفاق أربيل أوضح خطوط عامة للإصلاح وتشريع القوانين وتوازن الدولة وبناء المؤسسات ووضع أساس لأشاركة حقيقية في البلد ولكن هذا لم يتم على أسف الملكي يتهمكم أنتم السنة بأنكم الذين تقتلقون الأزمات وأنكم الذين تتحدثون عن الطائفية وأنكم الذين ترسخونها أفعال الرئيس الوزراء هي التي رسخت الطائفية في العراق وأجبرت الناس على الخروج إلى الشوارع بعد أن بلغ الظلم حد كبير جدا هذه السياسات هي التي تزرع الطائفية وليس رد الفعل الذي ينادي بالحقوق وإعادة التوازن والشراكة في الوطن في عدة خطابات للملكي حذر الشعب العراقي من الطائفية وقال إنما جر بين عامي 2006 و2008 من حرب طائفية ثم ذكر العراقيين قائلا هل تتذكرون حينما كانت الرؤوس تلقى في الشوارع في الطرقات؟ كان هذا فعلا ولكن الآن هناك أناس تعذب في السجون وتقتل في السجون بصمت وهناك أناس تعتقل بدون أوامر قضائية وكأسرة ويتم ابتزاز أهلهم وأخذ أموال مقابل إطلاق سراعهم هناك ظلم على نطاق واسع في محافظات بعينها لديكم أرقام وإحصاءات ومعلومات واضحة حول هذا الموضوع؟ نعم اللجان البرلمانية والمنظمات الدولية أكدت هذه المظالم وفي حالات كثيرة وأوضحناها بتفصيل وذكرنا الأعداد وذكرنا مواقع السجن خصوصا السجون السرية وكتبنا للحكومة كثيرا هناك نوع من التمادي في ظلم الناس والرئيس الوزراء مسؤول لأنه لم يحاسب هؤلاء مع أننا قد بينا في مفاصل كثيرة أسماء هؤلاء الضباط وأفعالهم الذين يمارسون هذه الأفعال؟ نعم بالتأكيد يمارسون القتل والتعذيب وإهانة الناس ولا يحاسبهم أحد؟ لا يحاسبوا لحد الآن لم نرى ضابة الحسين أنتم تخلصتم من صدام حسين بسبب ما كان يقوم به هل لازلتم تعيشون في نفس الأوضاع التي كانت من قبل؟ نعتقد أنه الآن هناك نهج ديكتاتوري في البلد نهج من منطلق طائفي نهج خطير سيطيح بنحمة الشعب العراقي إذا لم يضع له حد هل هذا الخلاف الذي بينكم وبين المالكي هو خلاف بين طارق الهاشمي والمالكي؟ أم بين العيساوي الذي تعرض وزير المالي الذي تعرض لمحاولة التغتيال أيضا؟ واختفى من بعدها إلى الآن وبين المالكي؟ بين الوزراء السنة في الحكومة الذين أخذوا أجازة مفتوحة أول مرة يبقى فيه وزراء وأخذين أجازة مفتوحة من حكومة وبين المالكي؟ أم بين السنة والشيعة؟ مخالفات المحقيقة أنا لا أتهم الشيعة في هذا الأمر أتهم رئيس الوزراء شخصيا هو من يحاول أن يدفع الشيعة إلى هذا الموضوع وهم بعيدين وكثير من القوى الشيعية السياسية لا تقبل بهذا الظلم يعني الشيعة العراق ضد هذه الممارسات؟ نعم هناك أطراف شيعية كثر ضد هذه الممارسات لماذا لا يضعون أيديكم في أيديهم؟ أنتم العراقيون جميعا قاموا بهذه الثورة ضد صدام حسين حتى يخرجوا يتخلصوا من الدكتاتورية لماذا لا يضع هؤلاء أيديهم في أيديكم؟ هناك محاولات جادة من بعض القوى السياسية السنية والشيعية والعلمانية للتعاون لوضع حد لسياسة رئيس الوزراء وإجباره على الاستقالة إذا استمر بهذا النهج أين الأكراد من المشهد الذي يدور في العراق الآن؟ الأكراد حقيقة الآن يقفون مع الناس المظلومين في العراق ويحاولون أن يعدلوا مسار الحكومة أو هم أيضا يتعرضون لظلم من قبل الحكومة في مواطن كثيرة ونحن نحترم وقفتهم الحالية مع أبناء الشعب العراقي لترسيخ الديمقراطية في 26 يناير الماضي صوت مجلس النواب العراقي على قانون يمنع رئيس الوزراء نوري الملك من الترشح لفترة ثالثة الملك تحدكم وقال إن الشعب العراقي هو الذي يقرر إذا ما كان سيرشح نفسه رئيسا للحكومة لفترة ثالثة أم لا وليس البرلمان الشعب العراقي ممثل بالبرلمان والنواب منتخبون من أهلهم ليقوموا بهذا الواجب والقانون شرع بأغلبية أعضاء مجلس النواب وعلى المالكي إذا احترم مجلس النواب واحترم خيار الشعب أن يستقيل لأن هذا هو عدم فقة واضحة بالمالكي من قبل أغلب أعضاء مجلس النواب ممثلين للشعب وهذا القانون نافذ وسيمضي بدون أي لأنه يتطابق مع الدستور وتلاءم مع رابة الشعب العراقي ماذا لو رفض الملكي هذا التشريع الذي أزرتمه في البرلمان وأصر أن يبقى رئيسا للوزراء وفي يده السلطة والقوة نسميه انقلاب عسكري حين ذاك والشعب العراقي سيتصدى لأي محاولة لفرض الأجندات الخاصة أو الظلم على الناس من خلال مؤسسات الدولة مستشار الملكي عامر الخزاعي دعا اليوم في تصريحات نشرة اليوم إلى التحول إلى النظام الرئاسي في العراق هل يمكن أن يكون هذا مخرجا من الأزمة؟ هذا يحتاج إلى تعديل دستور وهو غير ممكن الآن وتعديل الدستور أمر معقد لوجود آليات صعبة والدستور العراقي غير مرن لا نستطيع أن نعدل الآن هناك نظام برلماني وإجب أن يحترم هل صحيح أن تركيبة الجيش العراقي الحالية هي نفس التركيبة التي وضعها بول بريمر 60% للشيعة 25% إلى السنة 10% إلى الأكراد و5% لباقي الطواف ولم تتغير حتى الآن حسب دراسة طلعت عليها منشورة في الفترة الماضية؟ أنا أعترض على هذه النسب هي غير حقيقية وهناك إجحاف كبير للسنة في العراق تم طردم بشكل واسع أنا أقول هل النسب دي موجودة؟ لا غير متحققة مع هذا هي أقل من ذلك بكثير أقل بالنسبة لمين؟ للسنة يعني الشيعة أكتر من 60% في القيش؟ نعم أضرب لك مثل في الداخلية هناك 128 قائد للشرطة في منصب مدير عام فما فوق منهم سبعة فقط من السنة من 128؟ نعم من 128 128 على مستوى العراق كلها؟ نعم مستوى العراق فقط سبعة من السنة؟ فقط سبعة من السنة وهناك وزارات كثيرة وهناك مفاصل كثيرة من الجيش والفرق العسكرية والقيادات العسكرية العليا تم إقصاء السنة بشكل واضح منها وتم إحلال بدلاء عنهم وهذا أمر يخل بالتوازن الوطني وهذا الأمر غير متحقق لا وضع بريمر ولا ما بعد بريمر حقيقة بشكل فاضح نسبة الأعضاء الشيعة في مجلس النواب الذي ترأسه تقريبا 53% من نسب الأعضاء تقريبا نعم هل هذه هي نسبة الشيعة في العراق؟ حقيقة هذا الأمر فيه خلاف يعني هناك من يدعي أرقام أن هناك أغلبية نحن نقول أن هناك رأي موجود أن هناك تعادل تقريبا أو يعني السنة أكثر من الشيعة في العراق ولكن نحن نطلب الآن بوضوح أن يكون هناك فقرة في الإحصاء السكاني القادم تحدد مذهب العراقي حتى يكون هناك التزام بمعايير الدستور في التوازن الوطني يعني لا يجوز أن يتم الادعاء بالأغلبية وتأخذ الأغلبية وأكثر منها ولكن نحن نحترم الشيعة والسنة والكرد والجميع ولكن يجب أن يكون هناك معرفة تفصيلية لأحجام السكان وتوازنهم قضية النسب هذه يعني قضية فيها خلافات كثيرة إذا انضم الأكراد إلى السنة وهم سنة بيصبح السنة أغلبية إذا خرج الأكراد من المشهد وأصبحوا أكراد فقط ولم يحسبوا على السنة يصبح السنة أقلية كيف أنتم تتعاملون كعراقيين مع هذا المشهد؟ نحن ندعو إلى حق المواطنة ندعو إلى التوازن ندعو إلى احترام الإنسان إذا كانت هذه المعايير متحققة فلن يكون هناك حاجة لذكر المذهب ولكن ظلم الناس ودفعهم إلى التخندق ومن منطلق طائفي من منطلق يعني حقيقة يضرب هذه اللحمة الوطنية أعتقد يحتم على الناس معرفة وأوضاعهم الطبيعية والالتزام بالدستور الدستور العراقي أكد على المكونات وأعطى حقوقا لهذه المكونات ونحن نعتقد يجب أن يلتم الالتزام بهذا المعياء يقر الدستور إذا الحكومة نفسها التي من المفترض أن تطبق الدستور حسب كلامكم أنتم لا تلتزم به هناك مخالفات كثيرة للدستور وانتهاكات جسيمة والقضاء العراقي يجب أن يحسم هذا الأمر وهناك مشاكل في القضاء يجب أن تعالج على وجه السرعة حتى يكون هناك جهة محايدة تفصل في الخلافات السياسية والخلافات بين الحكومة والبرلمان من هي هذه الجهة؟ المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الاتحادية العليا؟ الآن حقيقة فيها مشكلة ويجب أن تعالج بالتشريع الجديد الذي هو في البرلمان الآن وفي مرحلته النهائية ويحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس النواب وهناك تعطيل متعمد لهذا التشريع لأنه فعلا ما سيحدد استقامة البلد على المسار الصحيح قضية النصاب هي من القضايا الشائكة التي يتم التعامل معها في البرلمان أنت كرئيس لمجلس النواب الآن كثير من التشريعات يتم تأجيلها يتم رفضها يتم تعطيلها بسبب النصاب لعبة النصاب كيف تمارس بالنسبة للسلوكيات الطائفية التي تتم في البرلمان؟ حقيقة البرلمان يحتاج إلى النصاب بنصف زائد واحد لتتحقق انعقاد الجلسة ونحتاج أثناء التصويت أن يكون النصاب مكتملا ونصف الأعضاء إذا صوتوا مع القانون يمضي ما عدا بعض القوانين التي لها خصوصية كالمحكمة الاتحادية بعض الكتل تحاول أن تعطل القوانين تخرج من القاعة أثناء التصويت أو لا تكمل نصاب الجلسة فيتعطل عمل البرلمان هذه موجودة حقيقة كصراع سياسي موجود قسم منه مشروع وقسم يضر بعمل الدولة أنت تشعر بأن هناك تعطيل متعمد يتم من خلال خروق البعض وانحيازه ما هي الموضوعات والقوانين الأخرى والتشريعات التي يسعون لتعطيلها بخلاف المحكمة الاتحادية؟ طبعا هناك قانون تحديد الولايات يعني حقيقة كثل كانت تخرج من القاعة ولكن تم تشريع القانون لوجود أغلبية في هذا الموضوع هناك قوانين مهمة كثيرة في البرلمان الآن أهم المحكمة الاتحادية وهناك قانون الأحزاب هناك قانون المجلس الاتحاد قضايا أساسية لبناء الدولة ولإكمال الصياغات التشريعية اللازمة لتطبيق الدستور إذا كان التشريع الأساسي الذي حددتم فيه ولاية الملك بدورتين ولا يحق له سليسة أعلن عدم احترامه ما الذي يحترم من التشريعات التي تصدرونها في البرلمان؟ هناك فعلا عدم تطبيق لكثير من القوانين النافذة وتطبيق بمكيالين بمعيارين على المواطنين هنا يطبق بقسوة وهنا يعفى وكثير من المخالفات التي ظهرت نتيجة هذه السياسة الممنهجة نحن نعتقد أنه لا بد من احترام القوانين ولا بد من كما قلت من وجود جهة محايدة تفصل في هذا الخلاف الآن هذه الجهة غير متوفرة في العراق القضاء مع الأسف قسم منه يخضع للضغط من السلطة التنفيذية ولا يعطي الرأي الصحيح في كثير من التشريعات وتطبيق هذه التشريعات ممكن تقول للدولة العراقية كيف تدار الآن البرلمان حينما يصدر تشريعات لا تحترم الغزراء السنة في الحكومة العراقية قاعدين في أجازة مفتوحة كيف تدار الدولة الآن تدار بمنهج تفردي بمنهج إقصائي بمنهج استعلائي وهذه كلها عوامل تحطم الدولة ولا تبنيها ونحن كمجلس نواب حقيقة نقاتل في سبيل الديمقراطية ونحاول أن نعيد المسار ولكن مع الأسف هناك انحراف كبير حصل خصوصا في الولاية الثانية لرئيس الوزراء ما هو المخرج؟ هناك حلول هل ستبقون تزرفون الدموع وتبقون على هذا المشهد وهذه الممارسات؟ أما هي الحلول العملية التي يمكن للشعب العراقي أن يحافظ فيها على وحدة بلده وفي نفس الوقت يتخلص من أي دكتاتورية؟ لم نسكت يوم من الأيام على الانحراف أدناه على طول الوقت ومارسنا كل الممارسات القانونية الممكنة خروج الناس إلى التظاهر هذه انتفاضة كبيرة لعادة الحقوق ولإكمال طلبات الناس المشروعة بالتأكيد نحن نقول أن العقبة الأساسية في استقرار العراق هو رئيس الوزراء العراقي فأنا أدعوه من هنا إلى الاستقالة وأدعوه أدعو التحالف الوطني لاختيار بديل عنه ويكون هناك فترة انتقالية لانتخابات مبكرة خلال أربعة أشهر وممكن أن يحل البرلمان في أيام قبل الانتخابات ولكن وجود رئيس الوزراء الحالي لإدارة انتخابات مقبلة فهي ستدخل هذه الانتخابات ونتائجها في خطر كبير لوجود هذه السياسة التي خرجت من المألوف وخرجت من الانتزامات الدستورية تدعو الآن الملكي للاستقالة؟ نعم هو حقيقة غير قادرة لإدارة البلاد وغير مقبول من أطراف سياسية كثيرة ونعتقد أن الحل الآن يكمن في استقالة رئيس الوزراء هل يمكن أن تسحب منه الثقة في البرلمان؟ هذا الأمر ممكن ولكن هناك آليات دستورية يجب أن نتخذها منها الاستجواب ووجود أغلبية تقبل بسحب الثقة من رئيس الوزراء بعد الاستجواب وأنا أعتقد هناك الآن في البرلمان أغلبية تدعو إلى هذا الأمر هل تعدون الآن الاستقواب للملكي؟ الاستجواب مقدم واستكملت شرطه القانونية ونعتقد أن الحوار بين القوة السياسية قائم الآن حول هذا الموضوع متى سيتم استقوابه؟ يحدد في وقت لاحق بعد الاستقواب هل ستطرحون الثقة في حكومته؟ هو إذا طبعا إذا تم الاستجواب ولم يقتنع المجلس بالإجابات فمن الممكن أن تسحب الثقة من رئيس الوزراء وتسقط الحكومة في خبر عاجل الآن أخبر النبي الزملاء باختيار عمر نائب رئيس هيئة المسائلة والعدالة قال إن الهيئة قررت شمول رئيس المحكمة العليا القاضي رفعة المحمود ضمن من يجب إقالتهم؟ نعم متحة المحمود نعم القاضي متحة المحمود هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا نعم وهناك شكوى أنه مشمول بالمسائلة والعدالة وهذا الأمر حقيقي يضع علامة استفهام كبيرة كيف مارس عمله لعشر سنوات في إدارة السلطة القضائية بالكامل وهو مشمول بهذا القانون الذي على أساس هذا القانون تم طرد عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي وحرموا من وظائفهم بسبب هذا القانون كيف يضع بهذا القانون؟ هذا قرار صحيح وأعتقد نقلة تاريخية في عمل هيئة المسائلة والعدالة هيئة المسائلة والعدالة تتكون من سبع عضاء؟ نعم تقريبا سبع منهم سنة والشيعة وأكراد بالتأكيد نعم والقرار يؤخذ فيها بالتصول بالأغلبية بالأغلبية هيئة المسائلة والعدالة يعني طردت عشرات الآلاف كما قلت من وظائفهم من قبل ايش معنى القرار ده اللي انت بتعتبره يعني القرار؟ هي ليست نفس الهيئة هذه هيئة انتخبت حديثا في السابق كان هناك هيئة تسمى اشتثاث البعث أيوة ولم يكن هناك إدارة حقيقة رسمية لها تم انتخاب هذه الهيئة قبل أشهر ومارست عملها قبل أسابيع بشكل واضح ونعتقد أنه لا بد من تعديل هذا القانون نحن لا نؤيد شمول الناس بالاجتثاث أو بالمسائلة بهذه السعة نقول يجب أن يكون هناك إعطاء حقوق للناس يحال على التقاعد عودة إلى الوظائف ومع الأسف هذا القانون طبق بطريقة انتقائية طرد أكثر السنة لأنهم كانوا مشمولين بهذا القانون وأعيد كثير من الشيعة إلى قيادات الجيش المهمة باعتبار أنهم تم غض النظر عن شمولهم بهذا القانون هو لم يطبق صحيح وحصل ظلم كبير والآن هناك محاولة لتعديل هذا القانون هذا أحد مطالب السنة في التظاهرات نعم هو إلغاء هذا القانون إلغاء هذا القانون لأن القانون يطبق على السنة تحديدا طبق بطريقة خاطئة ومجحفة عايزة أسألك سؤال أنا أعتقد مشانا الواحد اللي عايزة أفهمه بس كل المشاهدين عايزين يفهمونه كيف استطاع نوري المالكي أن يحظى بثقة الأمريكان ودعم الإيرانيين المطلق طوال السنوات الماضية ولا زال هو حقيقة هي معادلة دولية كبيرة ونحن نستغرب فعلا من اجتماع الطرفين المتناقضين المتحاربين في ساحات كثيرة على دعم شخص واحد ولكن أعتقد هذا الدعم بدأ يهتزل الآن باعتبار أن العراق بدأ يسير في منزلق خطير وكل الأطراف التي لديها مصلحة في بقاء العراق متماسك لا ترغب بهذه السياسة ونعتقد الأمريكان اللي يراجعون خياراتهم وكذلك الإيرانيون هناك خوف من استمرار هذا النهج لأنه سيؤدي إلى خطورة كبيرة على وحدة الشعب العراقي وعلى استقرار العراق كدولة هذه السياسة لا مثل ما قلت لا أحمل الشيعة هذا الانحراف ولكن أحمل رئيس الوزراء شخصيا والمقربين منه هذه الأخطاء القاتلة وهذه السياسة الممنهجة تجاه البلد عموما التظاهرات الكبيرة بدأت في 23 ديسمبر الماضي حينما أعلنت الأنبار والرمادي يعني مدينتي الرمادي والفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار العسياني المدني المطالبة بالإفراج عن النساء المعتقلات عدم تهميش السنة الإفراج عن أفراج حماية نائب الرئيس طريق الهشم المحكمين بالإعدام وكذلك أفراد حماية العساوي وزير المالية الدكتور العساوي أنت كنت إلى جوار الدكتور العساوي حينما وجه اتهاماته للملكي وكان يقف معكم أيضا صالح المطلق كلكم تنتمون للقايمة العراقية اللي بيسيطر عليها السنة هل معنى هذا الآن أن صار هناك انقسام واضح في الكتل السياسية سنة وشيعة وحقيقة نحن لا نؤيد هذا النهج ولكن هذا حصل نتيجة سياسات ممنهجة أدت إلى شعور الناس بالظلم والتخندق طلبنا الأول هو المواطنة والعدالة للجميع ويطبق القانون بعدالة على كل ولكن الآن حصل هذا الشرخ ونحن نسعى لإزالة وردم هذه الهوة ولكن نقول العقبة هو المالك الآن وإذا عادت الأمور إلى طبيعتها بإدارة سليما للبلد فأعتقد سنستطيع تجاوز كل هذه المسميات لا يوجد بدائل يعني الآن في حديث عن وثيقة نشرت الشرق الأوسط عنها قالت إن الجعفري يمكن أن يكون بديلا للملكي هل مقبول؟ ولما لا يكون حقيقة الجعفري ممكن يكون بديل هناك مرشعين كثر كأحمد الشلبي كالباقر الزبيدي مرشحين يستطيعون أن يتولوا هذا الأمر ويستطيعون أن هناك اتفاق جديد معهم على شراكة جديدة حقيقة لا بد من عقل شراكة جديدة هل تتفاوضون مع شيع أخرين؟ قل لي إيه الكتل السياسية الشيعية التي ترفض سياسات الملكي الآن وتريد أن تركز قضية المواطنة وتتحدث معكم أنتم السنة؟ التيار الصدري واضح جدا في هذا الموضوع يدعو إلى عدم استخدام سياسة طائفية وينتقد سياسات المالكي بقوة ووقف مع الكتل الأخرى كالعراقية والكردستاني في محاولة سابقة لسحب الثقة والآن هو في نفس النهج أعتقد كثير من الشيعة أيضا من القبائل العربية لا تقبل هذا النهج ولا تريد للبلد أن يتخندق على أساس طائفي وهذه مثل ما قلت هذه السياسة هي التي أدت إلى هذا الموضوع طارئ الهاشم نائب الرئيس العراقي المحكم بالعدام بقى محكم بالعدام عدة مرات مش مرة واحدة قال إن الملكي أسير عقلية مريضة ومهووس بالسلطة وقال إن العالمين العربي والإسلامي يعتبر أنه منفذ المشروع الصفوي الإيراني في العراق ما رأيك في الاتهامات دي وطبعا سيد طارق الهاشمي باعتقاد يظلم ظلم كبير بتعمد وإساءة وتعذيب للحمايات بشكل واسع وهي استهداف لرموز السنة مثل ما استهدف الدكتور الرافع وهناك آخرين أيضا استهدفوا ونعتقد أنه شخص الواقع بسياسة المالكي الخاطئة والمنحرفة تجاه البلد أنا أيد هذا الأمر تماما وأقول يجب أن يكون هناك أن ينأى الشيعة بأنفسهم عن هذه السياسة مثل ما يفعل السيد الصدر الآن ليكون هناك عقد وطني جديد يحقق الاستقرار لعراق في مخاوف كبيرة من تظاهرات الجمعة القادمة لا سيما وأن السنة هددوا بأنهم سينتقلون من المحافظات السنية صلاح الدين والأنبار وغيرها من المحافظات المختلفة لتكون التظاهرات في قلب بغداد والسلطات من عدة أيام تمنع دخول بغداد سواء من الموصل أو من الرمادي أو من أي مناطق أخرى إلى أين يمكن أن تصل قضية التظاهرات والعسل المدني في العراق؟ المالكي يضيق على المظاهرات كثيرا ويسد الشوارع ويمنع الناس الوصول إلى المساجد ومنع وصول المظاهرة إلى بغداد وحقيقة هم طلبوا الصلاة في جامعة أبو حنيفة وهي مسيرة من حقهم أن يقوموا بها مع سلميتها ونحن نؤكد أن تستمر بسورة سلمية وهذا النهج حقيقة لن يؤدي إلى شيء الاعتصامات والمظاهرات ستستمر إلى أن تحصل هذه الجماهير على كامل الحق وأن نرجو أن لا يتهور المالكي ويقمع هذه المظاهرات لأنها ستؤدي إلى وضع صعب جدا نأمل أن لا نصل إليه أنتم تطالبون الملكي بتقديم تنازلات والملكي يرفض تقديم أي التنازلات ما هو المخرج؟ أسمع منك الإجابة بعد فصل قصير نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة النجيفي نحن معكم على الهواء مباشرة فابقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود على الهواء مباشرة مع رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة النجيفي موضوعنا حول الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق وإصرار رئيس الحكومة نوري الملكي على رفض كافة مطالب السنة وأهمها عدم تهميشهم والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون الملكي يرفض كافة مطالبكم ما هي المخرج؟ ما هو المخرج؟ حقيقة هذه حقوق يجب أن تأخذ والمالكي لن يستطيع الوقوف بوجه الشعب ووجه الحقوق الناس الثابتة ونعتقد أنه مثل ما قلت يجب أن نعمل جميعا على استقالة المالكي واختيار بديل يهيئ الانتخابات مبكرة وهذا البديل ممكن أن لا يرشح حتى في الانتخابات يستطيع أن يدير البلاد ويدير الانتخابات وبطريقة محايدة نخرج من الأزمة وبعدها نكتب عقد شراكة جديد نثبت فيه كل الحقوق وكل الالتزامات ونتعاون على مبدأ المواطنة أنتم تريدون دستور جديد غير الذي يوضع في عهد بريمار؟ الدستور قائم الآن ممكن طلبات التعديل موجودة من الجميع حقيقة ليس فقط من قبلنا ولكن هذا الأمر فيه صعوبة الآن نحن نعتقد يجب أن يكون هناك تفاهم بإجراء إصلاحات عميقة في البلد وتحقيق التوازن في المؤسسات الأمنية خصوصا حتى نستطيع أن نتعاون جميعا ونمضي بطريق واحد المالكي لا يحترم هذه الشراكة ويعمل على تهميش الناس وزيادة وتعميق المشكلة هل الانتخابات المبكرة يمكن أن تكون مخرجا للأزمة؟ نعم ولكن بهذه الشروط التي ذكرت انتخابات مبكرة بقيادة المالكي لن تصلح قلت استقالة المالكي قلت بقى لأنه مش هيستقيل هذا ممكن نحن نقول إذا كان هناك استقالة بعدها اختيار رئيس وزراء جديد لفترة انتقالية ثلاثة وأربعة أشهر لنجراء انتخابات يحل البرلمان في تلك الفترة ونستطيع بعدها أن نشكل حكومة دائمية بوضع مستقر ومتفاهم عليه هذا ما تأملونه؟ هذا نعم الحل الأسلم الذي يجنب البلاد الوضع الصعب والواقع؟ الواقع لحد الآن نحن نقول هذه طلبات حقيقية ويجب أن تنفذ والناس لن تسكت يعني إذا لم تنفذ هذه الأشياء طبعا الناس ممكن تفكر بخيارات أخرى أنا لقيت أمير عشائر الدليم في الأنبار علي حاتم السليمان شن هجوما شديدا على الملكي في 2 يناير الماضي وقال إن ما يحدث في الأنبار ليس تظاهرات وإنما هو عصيان مدني وقال إن الملكي ليس إلها وإذا استخدم القوة في الأنبار فنحن جاهزون لا نتكلم عن استخدام القوة نحن ندعو إلى سلمية التظاهر والاعتصام والتمسك بهذه السلمية وهذا حق دستوري مضمون ويجب أن يكون هناك استجابة من قبل القوة السياسية لطلبات الناس المشروعة الذي خرج مظاهرات تمثل مواطنين لتقريبا 6 محافظات وهذا نصف العراق تقريبا لا يجوز أن يكون هناك إهمال الأعداد لم تكن متوقعة للتظاهر بهذه الأعداد مئات الآلاف تخرج جوميا في مظاهرات واعتصامات وقسم يبيتون منذ خمسين يوم في العراق معتصمين للمطالبة بحقوقهم رغم إن العراق برد الآن نعم في أصعب الأوقات طبعا أيام البرد والشتاء ولكن معاناة الناس لسنوات طويلة وشعورهم بالإذلال والمهانة والتهميش أخرجتهم ويجب أن يتعاون الجميع لتعديل مسار البلد ممكن تقول لي أهم المطالب التي خرج من أجلها هؤلاء في نقاط حتى المشاهدين أيضا يعرفوا لماذا خرج هؤلاء الآن وأصبح مشهد التظاهرات في العراق قريب من مشهد ما كان يحدث في مصر أيام الثورة وما كان يحدث في تونس وما يحدث في سوريا الآن وما حدث في اليمن طوال ما يقرب من أكثر من عام ونصف هي ثورة سلمية على أعلى درجات الانضباط أنتوا تسموها ثورة؟ نعم ثورة سلمية ملتزمة بالدستور ويجب أن يكون هناك احترام لها ولا تقمع مثل ما حصل في الأسبوع الماضي في الفلوجة الملخص طلبات المتظاهرين هو العدالة والمواطنة وطبعا ذكروا نقاط تفصيلية قالوا إخراج السجناء قالوا إلغاء بعض القوانين قالوا التوازن في الدولة ولكن ملخص الطلبات هي العدالة أن يعامل المواطن السني مثل المواطن الشيعي مثل المواطن الكردي كمواطن عراقي هذا هو الطلب ببساطة وبوضوح ما يحصل هو التمايز وظلم وتهميش واعتداء والناس خرجت بعد أن ملت الوعود واعتقرت أنه يكفي السكوت وكل المحاولات السياسية توقفت نتيجة تعنت رئيس الوزراء وعدم قبوله بالشراكة الحقيقية ما هي توقعاتك لاستمرار العصيان المدني وهذه التظاهرات وهذه الثورة كما سميتها أنت أنت الآن تقول ما يحدث في العراق ليس تظاهرات وليس مجرد عصيان مدني وإنما ثورة يقوم بها السنة للحصول على العدالة والمواطنة حق العدالة والمواطنة نعم بالتأكيد هي مستمرة ومتصاعدة ولن تهدأ إلا بالحصول على الحقوق أو بإسقاط حكومة المالكي واختيار بديل يعطي صورة واضحة لخارطة طريق الانتخابات وعقد شراكة جديدة مثل ما قلت أما أن تعود الأمور كما كانت فهيهات ولن يكون هناك قبول بالعودة للماضي السيئة الذي مورس تجاه السنة خلال الخمس سنوات الماضية قائمة الطلبات تقريبا فوق الخمستاشر يعني بالتفصيل يعني الملك استقابل أي منها؟ حقيقة شكل لجان وهذه اللجان لم تقدم حلولا حقيقية أطلقت سراه بعض السجناء الذي مضى على اعتقالهم أشهرا وسنوات بغير وجه حق حاولت أن تعيد الرواتب إلى بعض ثلاث تلاف سجين يقولون نعم ثلاث تلاف سجين كيف أطلقوهم؟ هم مفرج عنهم ولم يتم إطلاق سراحهم يعني قضوا مدد محكميته نعم وانتهت لم يحكموا إما أفرج عنهم بعدم كفاية الأدلة أو اعتقلوا بدون أوامر قضائية وما شابه فهي حقيقة لم تقدم حلا واقعيا هي محاولات ترقيعية ماذا عن النساء المعتقلات؟ بضعة نساء تم إطلاق سراحا الحقيقة هناك عشرات ومئات النساء معتقلات ونحن نقول نحن لا نطالب بإطلاق المجرم نحن نقول بإطلاق سراح الأبرياء بعادة التحقيق لكثير من المعتقلين كثير من المعتقلين عذبوا وانتزعت منهم اعترافات غير حقيقية ووصلوا وحكموا بالإعدام وقسم نفذ فيهم حكم الإعدام كيف يقبل هذا في بلد يدعي الديمقراطية؟ هذه هي الوقفة الآن التي نقولها لإعادة العدالة لعراق الآن أنا لو جيت للبرلمان نجد أن سنة العراق يصطدمون بعجز البرلمان عن الوقوف إلى جوارهم لتحقيق مطالبهم هذه المطالب اللي حضرتك بتنادي بها وأنت رئيس للبرلمان العراقي الآن والتي ينادي بها أهل السنة في العراق البرلمان عاجز عن أن يحققها والبرلمان هو سلطة تشريعية قوية من المفترض أن تجبر السلطة التنفيذية على التطبيق صحيح ولكن البرلمان هو قوة سياسية كتل نيابية تمثل محافظات بعينها فلا نستطيع أن نقول أن البرلمان هو بيد السنة ويستطيع أن ننفذ طلبات السنة هو برلمان للجميع وبالتأكيد هناك قوانين يستلزم أن تلغى هناك تشريعات تعدل هناك إجراءات يجب أن تتخذ من قبل البرلمان لمحاسبة المنحرفين عن المسار الديمقراطي ولكن حقيقة لا يلتزم بالدستور هناك إهمال لدور البرلمان هناك تجاوز على القوانين هناك قمع للحريات يعني ما فيش دولة هناك دولة ولكن بدأت تخرج عن إطار الدستور والديمقراطية بشكل فاضح في 8 فبراير الماضي مجلس النواب أخفق للمرة السادسة في إقرار الميزانية الجديدة التي تعتبر الأكبر في تاريخ العراق 138 مليار دينار إيه سبب الإخفقات؟ وأنت رفعت الجلسة أول أمس إلى أجل غير مسمى كما قالت وسائل الإعلام حقيقة الخلافات السياسية الموجودة في الساحة العراقية تعيق إقرار الموازنة هناك خلافات بين حكومة المالكي والكرد وخلافات بين المحافظات السنية وحكومة المالكي هناك حقوق مطلوبة لم توضع في الموازنة تعويضات لمتضرر الفيضان حقوق شركات النفط حصة إقليم كردستان قضايا تتعلق بتوزيع الواردات على المحافظات بصورة عادلة هو مش وزير المالية؟ الدكتور رفع ليساوي اللي حط الموازنة؟ هي وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجلس الوزراء بالتأكيد ولكن فيها كثير من نقاط الخلل وهذا قرار مجلس الوزراء يصدر بإقرار الموازنة ترسل إلى البرلمان لإقرارها بصورة نهائية كمنت وزراء كل في الحكومة ماذا يفعلون؟ وزراءنا؟ وزراءنا الآن أعطوا إجازة إجبارية بطريقة غير قانونية وحقيقة طردوا من وظائفهم بشكل غريب لا يوجد نظام داخلي يتيح لرئيس الوزراء هكذا التصرف ولكنه متعود على كأنه يمارس الأوامر بفرقة عسكرية وليس بمجلس الوزراء أين وضع الفقراء في ميزانية الدولة الجديدة؟ في 138 مليار دولة غنية مثل العراق فيها نسبة فقر واسعة جدا نعم كثير من الخلل موجود في توزيع الأموال على العراقيين وإعطاء القطاعات المهمة هناك اهتمام كبير بالتسليح تقريبا 20 مليار دولار للتسليح بينما هناك مدارس تحتاج إلى بناء هناك مستشفيات تحتاج إلى إنشاء أموال توزع إلى الرعاية الاجتماعية أو الفقراء المحافظات تأخذ تقريبا 5% كل المحافظات العراقية 5% فقط تأخذ من الموازنة وهي تستحق أن يكون لها نسبة بحجم السكان يعني يجب أن تأخذ الموصل مثلا محافظة 2% بـ 20% من سكان العراق تأخذ الآن ليس أقل من 2% وهكذا بقيت المحافظات كلها محرومة الآن كلها محرومة بسبب تقليل موازنة تنمية الأقاليم وزيادة موضوع التسليح مثلا بشكل فاضح حقيقة نحن نحتاج إلى معالجات مشاكل البلد الحقيقية وموضوع التسليح ممكن أن يأتي لاحقا وهذا الجيش يجب أن يبنى بطريقة متوازنة وتمثل الجميع وأن لا يسمح لهذا الجيش أن يكون له أجندة خاصة أو أن يستخدم لأجندة سياسية معينة من الذي يعرق إقرار الميزانية تحديدا؟ خلافات كل الأطراف حقيقة مثل ما قلت بين الأكراد وبين العراقية وبين القوى الأخرى خلافات لا زالت كثيرة نأمل أن نستطيع تجاوزها في الأسبوع القادم يعني سألت الأعمال في الثلاثاء القادم الثلاثاء القادم سيعود البرلمان للنقات بالتأكيد أما تلاحظون أن العراق قد تقوقعت على إقليمها العربي والإسلامي وعلى محيطها وأصبحت يعني بعدما كانت العراق دولة تلعب دورا رئيسيا في صناعة القرار العربي والإسلامي أصبحت دولة متقوقعة على نفسها حتى لا تستطيع لملمة داخلها؟ الخلافات الداخلية سبب ضعف الإرادة العراقية وبناء سياسة عراقية متوازنة هناك فشل في العلاقات مع أغلب دول الجوار ومع أغلب دول العالم العراق الآن يصنف في آخر سلم بالدول التي تلتزم بالمعايير الديمقراطية بقضايا الفساد بقضايا الشفافية بموضوع الفقر حقيقة لا يوجد سياسة خارجية واضحة نتيجة مثل ما قلت التصدع الداخلي الذي أصاب العراق في الفترة الأخيرة أنت كرئيس للبرلمان وكأحد الوقوغ السنية البارزة في العراق الآن كيف تتابعون وتنظرون إلى ما يحدث في جارتكم سوريا نحن نؤيد أنا شخصيا وكثير من القطاع الشعب العراقي يؤيد حق الشعب السوري في الحكم الديمقراطي واستبدال النظام الذي قمع الشعب لسنوات طويلة ونحن نؤيد هذه الثورة المباركة السورية ولكن الوضع العراقي غير متفق على ما أقول هناك أطراف تؤيد بقاء النظام السوري لفترة أخرى وعدم قبول بإطاحته وأطراف أخرى مثل ما أقول أنا تدعو إلى نصرة الشعب السوري للإطاحة بهذا النظام والأمر مثل ما تعرفون هو سجار الآن ونتمنى للشعب السوري الانتصار القريب لو عدت إلى داخل المشهد في العراق أنت تعرضت قبل خمسة أيام لمحاولة اغتيال رافع العساوي وزير المالية أيضا تعرض لمحاولة اغتيال وقبض على حراسه قبل ذلك هناك عمليات تصفية تتم كثيرا الآن لبعض رموز السنة من شيوخ العشائر ومن غيرهم إلى أين يمكن أن يصل هذا المشهد؟ طبعا هناك ميليشيات تقوم باغتيالات لوجوه السنة من علماء دين وسياسيين وشيوخ عشائر وهذا يحصل باستمرار وقسم منها هناك علامات استفهام أنها قد اخترقت قسم من الأجهزة الأمنية المحاولة الاغتيال الأخيرة التي استهدفت موكبي نفذت بالقرب من إحدى النقاط الشرطة وهذا الأمر فيه علامة استفهام كبيرة وتقريبا ستة نواب تعرضوا إلى التفجيرات في نقطة سيطرة تابعة للجيش قرب الفلوجة معروفة في الأشهر الماضي نعم نفس نقطة السيطرة نقطة الاغتيال كتبنا للحكومة ولكن لم تنتخذ أي إجراء هذا هناك علامة استفهام كبيرة أن هناك ميليشيات تعمل داخل هذه الأجهزة كيف تنظر إلى مستقبل العراق في ظل هذا المشهد؟ أنا أتمنى من كل قلبي وأدعو الله أن يسر الأمور للتفاهم الوطني والعودة إلى الدستور وعودة الحقوق للناس ولكن أحذر في نفس الوقت أن العراق يسير الآن في ظل هذه السياسة المتبعة إلى منزلق خطير ممكن أن يؤثر على استقراره وعلى تماسكه في الفترة القادمة وهذا أمر يجب أن نعمل جميعا على تفاديه في ظل هذه الضبابية هل أنت متفائل؟ أنا متفائل أن العراقين لم يعدوا يسكتون على الظلم هذه التظاهرات والاعتصامات وأسميتها الثورة السلمية هو حقيقة مفصل تاريخي وانتفاضة وكسر لحاجز الخوف وهذا الأمر يجب أن يدعم ويحترم من كل العراقيين ويتم التفاهم مع أولئ الناس لتحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروع هل هؤلاء الناس لديهم استعداد للاستمرار حتى تحقيق مطالبهم؟ هذا بالضبط ما سيحصل وأنا واثق من قدرة هؤلاء الناس على المطاولة والاستمرار ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا أن تحقق هذه المطالب حتى لو استمرت أشهر؟ لو استمر السنوات ولكن أعتقد لا بد أن يكون هناك تغيير في هيكل الحكم في العراق ويكون هناك استجابة لأن هناك عقلاء كثر في الجانب الآخر الذي نعتقد أنه يجب أن يعالج مشكلته الداخلية بعدم السماح لرئيس الوزراء بالاستمرار بهذه السياسة هناك مخاوف من تقسيم العراق في هذه المرحلة مع تصاعد هذه الاحتجاجات ومع إصرار رئيس الحكومة على ما هو عليه ومع رغبة الأكراد في أن ينكفئوا على مناطقهم حتى لا يدخلوا في تلك المشاكل إذا لم تعد المسارات الدولة وتعد الحقوق للناس فالخيارات ستكون صعبة جدا ونحن سنحاول كل جهدنا أن نعيد الأمور إلى طبيعتها ونحافظ على هذا الوطن الذي يمتد عميقا في التاريخ ويجب أن يبقى كذلك سيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي أشكرك شكرا جزيلا على مجيئك خصيصا للمشاركة معنا في هذه الحلقة من بلا حدود كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وأذكركم بموقعنا على تويتر اي منصور اي جي اي وهذا هو حسابي ليس لأي حسابات أخرى هناك أشخاص ينتحلون اسمي على فيسبوك وعلى تويتر ويكتبون أشياء لا صلة لي بها هذا هو حسابي الوحيد الذي يمكن أن تتواصلوا معنا عليه وكذلك اي جي بلا حدود حتى ألقاكم في الأسبوع القادم هذا أحمن منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة